سلام عليكم. دي سؤال بيقول لو اشتغلت المشروع على الربت والتيم اللي ندسي. او بقى الفريق طبعا شغال بقى التخصص. هل كده اسم بيم ولا ليش ثلاثة تانية غير ان كل حاجة معمولة مدر على الربت. طيب خلينا نقول ان ده اسمه لتل بيم. احنا عندنا نصالحين. النصالحين دول تقريبا عدنا شهر عشان نترجمهم ترجمة سريمة في الكاموس بتاع البيم. اه لتل بيم وبج بيم. طبعا الترجمة البسيطة البيم الكبير والبيم الصغير بس هي مش كده. وبيم كتاب اسمه بيج بيم عند لتل بيم. اسم كتاب كده. قرناه كله عشان نعرف نترجم الترجمة صحيحة. فالليتل بيم هي بيم ذات القدرات محدودة مش كامل. وبج بيم ذات القدرات فائقة. اه البيم ذات القدرات الفائقة يبقى كل شغال بيم. فانا هقدر عمل كوردينيشن. هقدر اعمل حصر. هقدر اشوف المبنى بشكل كويس. انما الليتل بيم غالبا المعماري هو اللي عمل بيم والكهر و بكاركرة اللي مش عمل. فما استفادش بقوة البيم. ما تدارش عمل كوردينيشن. تمام? في غلطات كتير هاتتظهر. وهكذا. يعني من كم يمكن حد بيسألني احنا قبل البيم كنا نتشغل ازاي. انا بقول لبيم بكذا فلا يا عم احنا عايزين نغفر. اه قبل البيم كنا نتشغل ازاي قلت روكنا نلبس في الحيط. يعني كنت بعد ما تعمل القمرات والاعمدة والحاجات دي كلها تكتشف ان في اه ضغط مش عمل حسابه. فاتضطرت كسر في قمرة. فاتضطرت تعمل اعادة احمال تاني وتبدأ تكبر الاعمدة وتبدأ شوف نظام انشاء تاني. كانت مصاب سودا. تمام? كان فيه مستشفر المستشفيات. اه الجهاز يعني كان فيه غرفتين عمليات. فهما عملوا التصميم كله وبدأوا يفرشوا. فوجوا ان الجهاز مش هينفع يدخل في الغرفة دي. طب ما كده المستشفة تعطلت. صاحب مستشفة جيه وشاته معامل وبتاع. خلاص اتبنت. تمام? بس نكنش عمل حسابهم في او في الاجهزة اللي تبقى موجودة. فبعتوا قاعد يشوفوا الشركات. ولو شركة عمل حاجة اوطا تنفى تتركب. بس اغلب دعف يعني. هي سيارة او نعم بس اغلب دعف. فاضطروا هما يدفعوا الدعف ولا هيدطروا مثلا يكسروا حاجات يكسروا سيينج ويخلوا الماكينة ده يدخل. فالموضوع فيه مشاك كتير. البيم حل مشاك كتير جدا مبزيزة في موضوع كوردان شانو تقدير التكلفة. طيب لو اشتقلت مشروع كده مشروع بيم اكد البيم يكمت اعلى بالنسبة للعميل. لو مش فايا مش هيفرق معي. اتكلم معه ازاي لان اكيد اقنعه. يعني انت تبدأ شوف العميل ده مثلا ورره المزايا. ورره ان مشروع بتشتغلت فيه كان فيه مشاك كتيره وتحللت في البيم اسنان ديزاين بشفاء مرحلة كوردانيشن. بتبدأ تووريه مثلا مزايا يعني هو بيفكر بحاجة واحدة الربح. فانتبدأ تكلمه ان فيه مكسب كبير للشركة لو احنا اشتغلنا باسلوب البيم.